بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة وبرنامج وذكر مهم جدا في حياة كل شخص فينا أن يكون عنده صديق صالح يغير في حياته الأفضل ويقربه من ربنا سبحانه وتعالى ويدعمه بالإيجابيات الصداقة مبدأها الثقة والمودة والتسامح بين أي صديق وصديقه من أهم أرقان الصداقة أن صديقك يدعمك بالإيجابيات ويقربك من ربنا سبحانه وتعالى في سنن الترمزين رسول صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وأنك تستفاد وتتعلم من صديقك في مقولة كده للكاتب الأمريكي ماركت وين بتقول لا حاجة لي بصديق يهز رأسه عندما أهز رأسي فظل يفعل ذلك بشكل أفضل في مقولة برضو السيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتقول صديقك من هاك وعدوك من أخساك مهم جدا وإنت بتبص لصديقك أنك تشوف حاجتين أول حاجة أنه تكون علاقته كويسة بربنا سبحانه وتعالى لأنه هو لو أثر في علاقته بربنا سبحانه وتعالى اللي بيرزقه واللي بيهديه للخير من باب أولا أنه هو يأثر بعلاقتك وعلاقته بوالده ووالدته لأنه أنت مهما فضلت تخدمه طول حياتك مش هتديره الربع اللي والده ووالدته بيقدمه له فهو لو أثر في علاقته بوالده ووالدته من باب أولا أنه يأثر بعلاقتك الصداقة والمحبة في الله وشروط اختيار الصديق جيد مع فضلت الشيخ إبراهيم معالي رئيس صندوق المأسنين الشرعين إزاي حضرتك فضلت الشيخ؟ أهلا وسلام بحضرك أهلا بك مين هو الصديق الحقيقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ومن اهتدى بهديه ومن اتبع هداه ثم أما بعد في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المرء على دين خليله قال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فأنت إذا اخترت صديقا متدينا أو مؤمنا أو قريبا من الله عز وجل فإنه يكذبك إلى طاعة الله عز وجل يعني يمكن حتى إخواتنا اللي راحوا عمر أو راحوا حج يقول لك من أفضل الصداقات التي تتم في هذه الأماكن أو البقعة الطاهرة التي يتقرب فيها الإنسان إلى رب العباد تبارك وتعالى يعامل فيها المرء الله عز وجل لا يعامل إنسان من أجل مصلحة دنيوية أو من أجل حاجة أو من أجل غرض دنيوي وإنما يعامله محبة في الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن مثل الصديق الصالح وصديق السوء كحامل المسك ونفخ الكير يعني النبي بيشبه لنا الصاحب الطيب الكويس كويس زي حامل المسك إيش معنى حامل المسك؟ إما أنت بتاع منه أما هتشتري منه هتشتري منه إيه؟ مسك أو عطر شيء طيب يعني عفوا وإما أن تشم منه رائحة طيبة وإما أن يمسس كريحه يعني أنت قدام ثلاث حاجات إما أنك أنت تشتري منه المسك أو العطر ده وإما أنك أنت تشم منه رائحة طيبة نظرا لاختلاته بهذا المسك أو بهذا العطر وإما أن يمسك منه رائحة طيبة وصديق السوء شباه النبي صلى الله عليه وسلم بنفخ الكير الذي ينفخ في النار ليشعلها ليوقد عليها شيئا فإما أن تمسك منه رائحة خبيسة وإما أن تلفحك ناره فصديق الصالح يقربك من الله عز وجل والصديق السوء يبعدك عن طاعة الله تبارك وتعالى وكم من المشاكل يمكن إحنا بنشوف أولادنا وبناتنا بسبب أصدقاء السوء يعني ممكن ينحرف إلى طريق غير سوي تلاقيه مثلا ينحرف إلى المخدرات أو ينحرف إلى شرب السجائر أو ينحرف إلى معصية الله تبارك وتعالى وهذا كله من أثر الصديق صديق السوء على صاحبه هذا بيدل على أنه برضو الصديق يختار صديقه قبل ما أنه هو يصحبه يشوف هو على إيه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخاله ينظر إلى هذا الصديق من قربه إلى الله تبارك وتعالى يمكن أن تحرك قلتي لفتة طيبة علاقة هذا الرجل أو هذا الصديق إحنا أما نتحدث عن الصديق فالأمر يسقط على الرجل وعلى المرأة يعني مش عايزين اللي بيسمعنا يظن أننا نتحدث عن الرجال فحسب ولكن نتحدث أيضا عن بناتنا وعن نسائنا فإذا أردت أن تختار صديق أو أردت أن تختاري صديقا فإنك تختاريه بطريقة تقربك إلى الله عز وجل تنظر إلى هذا الصديق إذا كان قربي منه يقربني إلى طاعة الله تبارك وتعالى أو يبعدني عن طاعة الله عز وجل وهذا هو المعيار الحقيقي القرب والبعد من الله عز وجل إزاي ممكن يكون الصديق سبب في دخول الجنة أو سبب في دخول النور طيب هو أولا دائما يعني زي ما احنا تعلمنا كل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين إذن الإنسان فعلقته مع كل حد أن يكون الغرض منه تقوى الله عز وجل يمكن أنا عايز أخش كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه سلاسة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا يحبه من أجل مصلحة أو من أجل غرض دنيوي أو من أجل أنه هو هيعمله حاجة دنيوية وإنما يحبه لا يحبه إلا لله بل الأجمل من ذلك والأعظم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة شوفي تخيالي كده تنين بيحبوا بعض فربنا يجعل له منبرا من النور ينظر إليهم الصالحين يحسدونهم على ما هم فيه من مكانة عند الله تبارك وتعالى المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة فأنت إذا أحببت إنسان فيجب أن تكون محبتك له في الله عز وجل في الله ولله أن يقربك من طاعة الله وأن يبعدك عن معصية الله تبارك وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك الصادق الأمين فقال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظله إلا إيه إلا ظله منهم إثنان تحابة في الله تخيالي كده يوم القيامة يوم تدن الشمس من الرؤوس ويوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله إيه ولكن عذاب الله شديد فهؤلاء يوم القيامة الله عز وجل يأتي بالمتحابين في الله ليستظلوا بظل عرش الرحمن يوم القيامة قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإني رسول الله إليك بأن قد أحبك كما أحببته فيه يعني لو واحد زار واحد محبة في الله يقول لك يعني بما سلنا المحبة في الله إن واحد مريض وراح يزور صاحبه في الله عز وجل لا لشيء إلا لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله عز وجل يسخر له ملكا فيقول له فإني رسول الله إليك بأن قد أحبك كما أحببته فيه هذا هو ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أمثلة كثيرة أمثلة عن المحبة في الله وعن الصداقة في الله كثيرة وإن شاء الله يعني خلال الحلقة رسول صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي أن الصديق يكون سند لصديقه من خلال صداقته مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عاوزين بقى حضرتك تقول لنا نمازج على صداقة رسول صلى الله عليه وسلم من سيدنا أبو بكر من أعظم الصداقات في التاريخ ومن أعظم الرجال في التاريخ يمكن سيدنا أبو بكر يقول عنه العلماء أنه من أعظم الناس بعد الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو بكر للصديق رجلا وهو اسمه الحقيقي عبد الله بن أبي كحافة لماذا سميه بالصديق؟ لشدة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم فيعني إحنا حتى بنقول كده صديقك من صدقك وليس من صدقك صديقك من صدقك وليس من صدقك فالمؤمن مرآة أخيه استأذن صدقت معانا السلام عليكم السلام تفضل حضرتك معك سؤال أه تمام تفضل أه تفضل أه تحياتي لحضرتك سلامك الله مرحب بكم الله يخديك عم سباك عم الشيء تمام الحمد لله في نعم الحمد لله أنا حابيت أستاذنا بديك سلام يعني برك الله فيك طب عايز تسأل عن حاجة؟ عايز تسأل عن حاجة أو تستفسر عن حاجة؟ لا عمنا بنا ينور نورك إن شاء الله آمين يا رب العالمين شكرا لاتصالك نستأنف الحديث عن صداقة الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول ما دعوت أحدا للإسلام إلا وكان له رد يعني ما فيش حد النبي عليه الصلاة والسلام دعاه للإسلام إلا وقعد يفكر كده أو كلي كبوة أو كلي بعض من الوقت يفكر في دخوله إلى الإسلام إلا أبا بكر نصديق سيدنا أبو بكر كان صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عايزين نقول لهم كانوا أصدقاء التفولة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل سيدنا أبو بكر ولد بعد عام الفيل بحوالي سنتين أو ثلاث سنوات استأذن حضرتك معانا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عزيزة بس معاناك يعني سؤالي اتفضل اتفضل سؤال حضرتك هو أول سؤال يعني في حديث عن الرسول بس ما تكرهوش يعني معنى الحديث أيام المرأة طلب الطلاق وغير غير عزر لم تسم رائحة جنة وأيام رجبا توتد إلى مرأة أو تخفض إلى مرأة لن يتمن له أمرا بس ما فكرتش عن الحديث معنى السؤال الثاني فين سؤال حضرتك على الحديث ما فكرتش عنه وفيه سؤال ثاني معنى يعني طب فينه السؤال الأولان بس أنا ما فكرتش يعني بجيث الحديث حضرتك عاوز تعرف معنا الحديث آه وفيه سؤال ثاني معنى تمام السؤال الثاني لو سمحتك كان فيه رجل يعني نسخبه يعني من الصالحين وكان هو يعني يعني شغال يعني إمام جامس والجاذب بيجا رجل مزدوب يعني يعني هو درويش وبينشي في الشارع بيشتم ويزعج وبيقول على حاجات تحصل في الوستكبت وبعد معنى يقول لي هيحصل معك كذا وهيحصل معك كذا والمدام بتاعتك حامل وفواده كان ثلثة في شهر الأول يعني مش عارب كيف هو عارف إنه هي حامل وفواده تحضر بعد سبع شهور وفواده تحضر بعد سبع شهور يعني أنا عارفتش بعد شهر الرابع أو الخامل يعني هو الراجل بينبئك بحاجة أنت مكنتش تعرفها أو محدش كان يعرفها ولا بيعمل إيه لا محدش عارفها أنا عارفت الشهر الأول ما عارفش أي حاجة بغاية لما حصل الحمل وفي شهر الخامس لما عملت الجهازة هو اللي ده أعطي الزوات وفواده كلام طلاف راح تمام تمام يعني هو إيه يعني هو شخص مش كويس بس بينبأك بحاجات وبتحصل طيب هو يعني إحنا نرد على المرأة التي تسأل الطلاقة من زوجيها من غير ذي بأس فحرام عليها رائحة الجنة فهذا يعني ظاهر الحديث أو الواضح من الحديث إن المرأة التي تطلب الطلاق من غير سبب يعني ما فيه سبب جزء بيصرف عليها ويعملها كويس بيكلمها كويس فهذه المرأة لها إثم عظيم عند الله عز وجل ممكن هي مش متقبلة لكن ممكن هي من دخلها يكون عندها من الأسباب يعني ممكن ظاهر للناس إنهم عندهاش أسباب زي ما حدث في حديث الخلع لما زعبت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين هي هذه المرأة عندها من الأسباب التي تجعلها تطلب الطلاق من زوجيها ولكنها لا تريد أن تنشر مش عايزة تنشر هذا الغسيل أو هذه الصفات أمام النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أخشى أن لا أقيم حدود الله فافتدت نفسها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كم أمهركي إدكي مهرة قد إيه فقالت أعطاني حديقة فقال ردي عليه حديقته وأنت طلقها تطليقة من هنا حتى يعني ده الدليل على الخلع في الإسلام السؤال الثاني السعزين حضرتك قبل ما نجاوب السؤال الثاني معانا تصال السلام عليكم عليكم السلام مساء الخير مساء النور أنا ممكن أسأل سؤال أه تفضل أنا عندي أصدقاء هم من برى مصر من تحديدا من أمريكا فكنا نتكلم عن حديث اللي هو كتب الله عليه قرأت تعالى وكتبنا على بني آدم حظه هو حديث وكتب على بني آدم حظه من الزنا هنا بيقولوا إزاي ربنا كتب علينا الزنا وهو محرمه أصلا فمن آية الكريمة تقول كتبنا عليكم الصيام هنا بيقولوا إزاي كتب الصيام وكتب الزنا ولازم نصوم والزنا أصلا حرام أنا معرفش عايزة أدلة أو عايزة كلام أحنا عملنا مدخلات مع كذا شيخ بس إحنا ما أخذناش أنا مؤمنة ونعرف إن الزنا حرام بس أنا إزاي أفهم إن ده حرام أصلا أصلا الآية الكريمة بتقول وكتب على بني آدم زي أننا قلت وكتب عليكم الصيام أنا ما فهمتش أنا عايزة أسأل ده آية والحديثة المسامعة يعني ما فيش آية بتقول كتب عليكم الزنا ده حديث ده حديث حديث صحيح هو كتب على ابن آدم حظه من الزنا أيها بالصلا العين تزني والقدم تزني والقدم تزني واللسان يزني أنا عارفة بس هو بيقولك إزاي كتب علينا هو حرام يعني إزاي هو يعني ما كتب هو ما قدر عليكم الله عز وجل في علمه الأزلي هو قدر على الإنسان أفعاله زي ما حضرتك كده بتشوفي ابنك بيذاكر أو ما بيذاكرش ابنك مهمل في المذاكرة فأنت بتقدري في علمك المحدود اللي هو العلم البشري إن ابنك هيسقط في الامتحان عشان خاطر هو ما زاكرش فكذلك فإن الله تبارك وتعالى يقدر على الناس أفعالهم بعلمه الأزلي تمام شكرا لاتصالك نجاوب السؤال الثاني طيب السؤال الثاني برضو اللي هو الأخ بيتكلم بيقول أنا واحد مجذوب أو واحد يعني بيسب وبيشتم وبعدين أنبأني بشيء طبعا هو النبع والسلام واضح في حديث واضح جدا في الموضوع ده بيقول كذب المنجمون ولو صدقوا وكذب المنجمون ولو صدفوا يعني فيه روايتين ولو صدقوا ولو صدفوا يعني لو هم جات معهم صدفة كده يعني بيلك كده وبعدين هو بيقول لها على حاجة وفعلا حصلت فلا يعلم الغيب إلا الله الله عز وجل اختص نفسه بعلم الغيب أما إذا قال أحد الأشخاص لك بشيء فهم من باب التوقعات التي قد تصيب وقد تخطئ وإن لك استطاعا يعني يعني ده إحنا نستعمله ده ننتفع بيه في أمور كثيرة يعني المحبة في الله سبحانه وتعالى وأصرها إحنا لسه بنتكلم مع سيدنا أبو بكر لأنني سيدنا أبو بكر بصراحة أنا يعني 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 من أقرب الشخصيات إلى قلب كل مسلم استأذن فضلتك معانا تصال السلام عليكم وعليكم السلام وإحنا كل الله بقاكاته فضلي إيه أنا مش شيف فضلي وفي صورة المتحنة من الجول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا وعدوكم ليتركونا راهم بالمعدة وإنا يعني نحب المساحيين إننا نحن نعمل هنا يعني نحب بغضش فأنا عندي صحبة المساحية فأنا بحبها جوي ومن جدل أننا نحب بحيث فده حكمه إيه؟ لا هي المفروض العلاقة ما بين المسلم وغير المسلم هي علاقة فيها البر وفيها الإحسان إن كانت تتعمليهم بما يقتدي أن تعمليهم به من بر وإحسان ولكن النهي هنا عن المحبة اللي هي عدم محبة المعصية إنك أنت بتكره فيهم المعصية لكن إحنا كمسلمين ما بنكرهش بني أدمين يعني أنا ما بنكرهش إنسان لشخصه وإنما أكرهه لما يفعله من معصية لله عز وجل أو من تجاوز في حق الله تبارك وتعالى فنكمل حدثنا عن سيدنا أبو بكر للصديق سيدنا أبو بكر للصديق كان نعمة صاحب لرسوله يعني إحنا ما نيجي نضرب مثال لصاحب وصاحبه مش هلاقي أفضل ولا أقرب من سيدنا أبو بكر ليه؟ في رحلة الإسراء والمعراج النبي عليه السلام كان قاعد وكان كفار قريش بيقولوله يا محمد نحن نأخذها شهرا ذهابا وشهرا مجيئة فإزاي أنك أنت تروح في جزء من الليل تروح للمسجد الأقصى وترجع في نفس الوقت فرحوا لسيدنا أبو بكر للصديق فسألوه يا أبو بكر إن صاحبك يقول إنه أسري به الليلة ونحن نأخذها شهرا ذهابا وشهرا مجيئة فسيدنا أبو بكر بدون تفكير بدون حتى ما يراود نفسه قال له إن كان قد قال فقد صدق شوفوا ماذا تصديق سيدنا أبو بكر ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة سيدنا أبو بكر كل شوية عايز يروح يهاجر ويخرج زي ما معظم الصحابة خرجوا فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبو بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا فسيدنا أبو بكر جوا كده يعني بيقول يا ريت أنا اللي هاجر يكون صاحبي مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيجي سيدنا أبو بكر أما يجي يقول له إن الله قد أذن لنا بالهجرة فيقول له الصحبة الصحبة يا رسول الله المثل العظيم أوي وهما ماشيين هما طالعين ماشيين في الصحرة وأهل كوريش بيتابعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيرأبوه وبيحاولوا إن هما يوصلوا ليه وبيحاولوا إن هما يقتلوه فييجي سيدنا أبو بكر مرة يمشي عن يمين سيدنا النبي ومرة يمشي عن يصار ومرة ييجي من أمامه ومرة ييجي من خلفه فسيدنا النبي تعجب لماذا تفعل ذلك يا أبو بكر فقال له يعني أنا حسن الكفار سيأتون عن يمينك فآتي عن يمينك لأتلقى عنك الضربات يا رسول الله تخيلي يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا رسول الله أظن أنهم سيأتون عن يسارك فآتي من يسارك أظن أنهم سيأتون من أمامك فآتي من أمامك أظن أنهم سيأتون من خلفك فآتي من خلفك يا رسول الله إنني لو هلكت لهلك فرد واحد أما أنت لو هلكت لهلكت أمة بأكملها يا رسول الله تخيلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أما يجي يدخل الغار فسيدنا أبو بكر يقول له انتظر أخش أنا الأول يخش سيدنا أبو بكر فيسد الجحور ويسد الأماكن التي قد يخرج منها عقرب أو سعبان تعرف الصحرة ممكن يكون فيها سعبان أو فيها كائن حي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصبك النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل إلى الغار حتى يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أي إذاء لذلك يقول الله عز وجل يصف هذا المشهد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا إيه لصاحبه لا تحزن إن الله معنا معنا مدخلة السلام عليكم وعليكم سلام ألو أيوة مع حضرتك أيوة أسأل الشخص وأهل وزيدكم دعاء لو سمع أسأل الشيخ على كم عدد مراحل الحساب يوم القيامة وكيف أنجوا منها كيفية النجام منها وأعود أدعيكم دعاء تفضلي يا رب وفقكم لكل طاعة ورزقكم الإخلاص في كل وقت ومتعكم بسلامة القلب وأحميكم من كل عدو وفرج عنكم كل قر وأعلمكم الصبر في جمال الأحوال وسلمكم من كل هذا اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين وإياكي والمسلمين جميعا يا رب شكرا لاتصالك وشكرا لدعائك ممكن حضرتك كم عدد مراحل الحساب يوم القيامة الحساب يوم القيامة بيبتدي من القبر يعني إذا مات الإنسان قامت قيامته لذلك ربنا بيقول عن آل فرعون أغرقوا فأدخلوا إيه فأدخلوا نارا والإنسان هو في قبره يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة ومن الناس من لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ومن الناس من يشتد حسابه عند الله تبارك وتعالى فمراحل حسابها مراحل كثيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل السؤال الثاني كان بتسأل عن إيه كيف تنجو منها تنجو بالقرب من الله قصرة الصلوات قصرة الاستغفار قصرة كراءة القرآن قصرة القرب من الله عز وجل هذه من الأمور التي تنجي من يوم القيامة إن شاء الله إن شاء الله المحبة في الله سبحانه وتعالى وأصره المحبة في الله هي سبب من أسباب دخول الجنة بل إن المحبة في الله سبب في محبة الله عز وجل يعني إذا أحببت إنسان فكن له إني أحبك في الله فإن الله تبارك وتعالى يرسل إليك ملكا فيقول أحبك الله الذي أحببته فيه هذه من أثر المحبة لكن المحبة في الله تأخذ بصاحبها إلى الجنة المحبة في الله تقي صاحبها من المعاصي كل هذه الأمور من محبة الله ومن المحبة في الله التي لا تكون لأجل مصلحة أو لأجل غرض دنيوي أشكر فضل أشكركم مشاهدينا وانتظرون إن شاء الله لأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته